تتبعات متلاحقة وثلت إلى حد إيقاف الزميل زياد الهاني من أجل كلمة وصحفيين في الحقيقة ليس لهم سوى الكلمة إيقاف زياد الهاني نعتبره حلقة جديدة ضمن سلسلة الحلقات المتتالية للتضييق على عملنا كصحفيين نعتبر أن الصحفي لم يعد آمنا في عمله الصحفي بإمكانه أن يقوم بعمله جد نفسه في السجن لذلك قوانين منظمة للمهنة الصحفية هي المرسوم 115-116 لكن الأجهزة القضائية والسلطة السياسية الحالية لا تلتجأ إلى هذه الفصول وكما تعرفون كلكم المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يتم بمجبه إحالة الصحفيين والعديد من المدولين ونشطاء ويعني من يعبرون عن رأيهم بكل حرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أرى 3 جنب في 2024 نعيشوا على وقع سنة ونصف تقريباً من صدور مرسوم 54 في سبتمبر 2022 منذ تاريخ صدور ذلك المرسوم هناك أكثر من خمسين تونسي وتونسية تمت ملاحقتهم على المعنى الفصل الرابع والعشرين منه اللي فيه عقوبات سجنية تستهدف حرية التعبير اليوم لابد من يكتون الإشارة واضحة بأن من أصدر الحكم هو القضاء علينا أن نضع القضاء كل القضاء أمام مسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية هم يصدرون أحكاماً في سجن أشخاص أبرياء لمجرد عرابي عن رأي أو قول كلمة يقع تكيفها كما يشاءون لإرضاء السلطة كل الخطوات ممكن يعني أنا شخصياً أحبذ أن ننطلق من يعني التعريف بكل هذه القضايا عبر منابر وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أو يعني مسموعة أو مرئية أو حتى إلكترونية نعرف بهذه القضايا لأنه نعتبر أنه السياق الذي تأتي فيه هذه المحاكمات سياق تعيش جداً لا يشجع على ممارس حتى من الصحافة أنت شعفي أنت ملاحق أعتبر هذا يعني لكن من الممكن بعد هذه الخطوة أن التجائلات تحركات احتجاجية رفع الشهر الحامرة ووقفات احتجاجية ووصول إلى الضراب العام الذي من الممكن بعد تجارس هذا القرار مع عموم الصحفيين أن نصل إليه ترجمة نانسي قنقر